بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في ظل هذه الظروف التي نعيشها اليوم ينبغي أن نكسر من الدعاء وينبغي أن نتقيق أن الإجابة قد حدثت بالفعل ولكن هناك ثلاثة أعمال أو ثلاث أمور ثلاثة أمور يمكن أن تقوم بها لتسريع استجابة الدعاء لأن الله عز وجل وضع في القرآن العظيم كل شيء الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وكل شيء فصلناه تفصيله فاستجابة الدعاء تحتاج إلى أعمال قبلها يعني من غير المنطقي مثلا إنسان يظلم زوجته ويأكل أموال الناس ويؤذي جيرانه ثم يدعو الله ويقول لماذا لا يستجاب لي هناك أعمال ينبغي أن تقوم بها كما فعل أنبياء الله دعوني أذهب معكم إلى سورة الأنبياء لنكتشف أحد أسرار استجابة الدعاء ماذا فعل هؤلاء الأنبياء سيدنا نوح صبر تسعمائة وخمسين سنة على قومه ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له لاحظ تعبير فاستجبنا له فيه حرف الفاء ليدلك على سرعة الاستجابة ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم انظر إلى السرعة والتعاقب حرف الفاء في اللغة العربية أخي الحبيب يدل على المباغة والمفاجأة والسرعة فاستجبنا فنجيناه طيب هناك أنبياء أيضا دعوا الله عز وجل مثل سيدنا أيوب الذي نادى ربه كيف نادى ربه أيوب كان مريضا واشتد به المرض سنوات طويلة والحقيقة هو لم يشكو لربه المرض بل شكى لربه عدم قدرته على ذكر الله وصل لمرحلة من المرض خشية على نفسه من الشيطان ماذا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وفي آية أخرى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب النصب هو التعب الشديد فماذا حدث بعد ذلك بمجرد أن نادى ربه قال تعالى فاستجبنا له إذن هنا استجابة سريعة ماذا كانت النتيجة فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ماذا وذكرى للحابدين ذكرى لنا ليذكرنا الله أنه يستجيب الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولكن هذا الدعاء له الشروط سنكتشفها بعد قليل أيها الأحبة تعلمون قصة يونس عليه السلام عندما قذف في ظلمات البحر فالتقمه الحوت فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه ماذا قال سيدنا يونس وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه هنا فقط تنبيه يعني أنبه له فظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نمتحنه ونبتليه ونقدر عليه ظرفا صعبا لاختباره إذن معنى هنا أن لن نقدر عليه ليس معناها أن لا نستطيع أن نفعل له شيئا حاشا لله ولكن المعنى أنه ظن أنه في مأمن من الاختبار والابتلاء فابتلي بهذا البلاء أنه كان راكبا في السفينة ولظروف ما قصة معروفة قذف في بطن الحوت وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ماذا قال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهنا تأتي الاستجابة أيها الأحبة فاستجبنا له سبحان الله أنظر نفس الصيغة في كل مرة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذن الإيمان هو شرط استجابة الدعاء الإيمان بالله أن تؤمن أن الله قادر أن يستجيب دعائك هذا شرط أساسي لاستجابة الدعاء أيها الأحبة وكذلك ننجي المؤمنين بينما اليوم بعض الناس ثقته بالله ضعيفة ثقته بما عند الناس أكبر من ثقته بما عند الله تبارك وتعالى بينما هؤلاء الأنبياء الكرام مثل سيدنا زكريا كان عنده الثقة عالية جدا بالله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربهم ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هذا دعاء مهم لمن حرم نعمة الولد لمن يشعر بالضيق والوحدة والعزلة لمن يشعر أن الناس قد تخلوا عنه وأصبح وحيدا أدعو بدعاء سيدنا زكريا ربي لا تذرني فردا قل هكذا وكرر ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين طيب ماذا كانت النتيجة على الفور فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة طيب ما هو السر هنا الشاهد الذي أريد أن نحفظه معا وندركه ونتدبره ونطبقه يعني أخي الحبيب أنا أؤكد دائما أن أي مقطع فيديو تشاهده ينبغي أن تحفظ الآية موضع الشاهد تحفظها كما تحفظ اسمك تكررها باستمرار تتذكرها لأن هذه الآية ستضيء قبرك هذه الآية ستغير حياتك هذه الآية ستوصلك إلى الله ستحل مشاكلك لذلك أنا أركز على كل أخ يسمعوني الآن أن يحفظ هذه الكلمات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات هل هذه العبارة صعبة؟ هذا هو العمل الأول قلنا في بداية المقطع هناك ثلاثة أعمال تسر استجابة الدعاء ما هي الأعمال الثلاثة؟ القرآن ينبئنا بعد أن استجاب الله دعاء نوح ودعاء يونس وزكريا وأيوب وأنبياء ذكروا في سورة الأنبياء استجاب الله دعاءهم جاء الآن جاءت النتيجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات خمس كلمات يعني صعب أن تكرر هذه العبارة احفظها الآن إنهم وتذكر هؤلاء الأنبياء وأنت تقرأ هذا الكلام تذكر سيدنا نوح عليه السلام وهو في الطوفان في قلب الطوفان الموج مثل الجبال يرتفع وينخفض والأرض والأرض ينابيع الأرض تنفجر وأبواب السماء تنطر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونه انظر إلى هذا المشهد تخيل هذا المشهد وتخيل استجابة الله لسيدنا نوح وتخيل كيف كان سيدنا يونس في بطن الحود تخيل لو كنت مكانه أنت في هذا الموقف الصعب وتذكر أن هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لا تنتظر من يحتاج عملا أو مالا أو مساعدة أن يأتي ويترجاك ثم تنتظر منه أن يشكرك لا أنت أسرع إليه ابحث عنه إنهم كانوا يسارعون ما معنى يسارعون فيها مبالغة يعني كانوا كثيري المسارع يعني يسارع يعني كثير الإسرع أي يعني يعني إذا سمع أن هناك شخص بحاجة يذهب هو لي هو الذي يسارع وليس الفقير يسارع له أو من يحتاج المساعدة أنت سارع لخدمة الآخرين لفعل الخير ما في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكأن وكأنهم كانوا داخل الخيرات في الخيرات وكأن الخيرات من حولهم وكانوا يسارعون في الخيرات يمينا وشمالا ومن أمامهم ومن خلفهم في الخيرات إذن العمل الأول أحفظه معي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات العمل الثاني وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا أربع كلمة وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا طيب أنت كم مرة دعوت الله اليوم رغبا ورهبا ما معنى رغبا ورهبا رغبا من الرغبة الطمع فيما عند الله يعني معظمنا اليوم لا يدعو الله رغبا يدعوه رغبا خوفا بس معظمنا أقول لماذا يا رب أرزقني يا رب اشفني يا رب احفظني يا رب كلها أمور شخصية طيب ما معنى رغبا يعني أنا أدعو الله عز وجل رغبة به ورغبة بما عنده وحبا حبا له سبحانه وتعالى أن تتذوق لذة الدعاء في محبة الله هذا هو رغبا أولا ثم رهبا خوفا رهبا يعني خوفا من عذاب الله وخوفا من عقوبة الله سبحانه وتعالى إذن ويدعوننا رغبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ثلاث كلمات أنا قلت أربع كلمات ثلاثة لأن الواو هنا نلحقها بالكلمة ويدعوننا رغبا ورهبا إذن العمل الأول مسارع في الخيرات العمل الثاني الدعاء والعمل الثالث ما هو والأخير وهو يعني صعب أو سهل على من سهله الله وكانوا لنا خاشعين ثلاث كلمات يعني أنظر أنا الآن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إحدى عشرة كلمة سطر واحد لا تترك هذا المقطع إلا أن تحفظ هذه الكلمات وتطبقها أيضا أحفظ معي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كانوا في حالة خشوع في صلاتهم خاشعين إذا قرأوا القرآن أو قرأوا الذكر كانوا خاشعين إذا دعوا الله كانوا خاشعين إذا تعرضت للأذى يجب أن تصبر وأنت خاشع ذليل أمام الله وتقول يا رب أنا أصبر من أجلك في هذه الحالة أيها الأحبة سيستجيب الله دعائك ولكن قد تتأخر الإجابة لا مشكلة لأن الله هو الذي يحدد وقت استجابة الدعاء لأنه يعلم أين الخير سيدنا نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما انظر أنت كم عمرك الآن خمسين ستين سبعين مئة لا شيء أمام مدة دعوة نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما وبعد كل هذه المدة استجاب الله له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم إذن لا تفقد الأمل الله عز وجل قد يؤخر استجابة الدعاء ليختبر قوة صبرك وإيمانك وقوة ثقتك بالله أحيانا أحيانا إذا أحب الله عبدا وأراد أن يكرمه كرما عظيما جدا يؤخر الاستجابة إلى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم انظر في ذلك اليوم لا ماء لا طعام لا مال لا أحد يدافع عنك كل الناس يضلون عنك أمك وأبوك وأبناءك يفرون منك يهربون تخيل هذا المشهد إذا كان الله يحبك يؤخر لك الاستجابة إلى ذلك اليوم الصعب لذلك الأنبياء كان لهم دعوة استجيبت في الدنيا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما هي دعوته ابحث في القرآن لا تجد أخر دعوته ليوم القيامة ليشفع لأمته صلى الله عليه وسلم لاحظ سيدنا موسى دعا على فرعون بالهلاك الأنبياء لهم يعني كما كما رأينا سيدنا زكريا دعا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سيدنا ذنون أو سيدنا يونس عليه السلام دعا لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظلمين وهكذا سيدنا أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ولكن سيدنا محمد أخر دعوته إلى يوم القيامة لأنه يعلم أنك أيها الإنسان يا من أحببت هذا النبي وتتبع هذا النبي الكريم أن حاجتك الحقيقية للاستجابة ستكون في ذلك اليوم في الدنيا الأمور ستمشي آخرها الموت آخر شيء في الدنيا الموت يوم القيامة لا يوجد موت إما عذاب مقيم أو نعيم دائم فتخيل أنك في ذلك الوقت ظلمت فلان وغفلت عن ذكر الله وتراكمت عليك الذنوب وأوشكت أن تدخل نار جهنم والعياذ بالله انظر إلى هذا الموقف الصعب ستكون يعني استجابة دعائك في ذلك الوقت هو منتهى الإكرام لك لذلك لا تيأس أخي الحبيب وبخاصة الآن نرى هذا الضيق ونرى هذه الظلمات في هذا العصر ونرى الظلم في هذا العصر على الرغم من ذلك يجب أن تعتبر أن كل أنواع الأذى الذي تتعرض له أنت وغيرك هو ابتلاء من الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو اختبار الاختبار أولا ثقتك بالله صبرك من أجل الله واصبر وما صبرك إلا بالله قوة إيمانك قوة تحملك من أجل الله وبالتالي ما دامت هذه الدنيا آخرها الموت فإذا الأمور سهلة ولكن في الآخرة لا يوجد موت يوجد عذاب خالدين فيها أبدا ولا ياذب لا نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من عذابي يوم عظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أختم أخي الحبيب بهذه الآية التي أود منك أن تحفظها وهي مقطع من آية طبعا أحبذ لو تكتبها على ورقة تضعها أمامك لتتذكرها كل يوم هي ثلاثة أجزاء ثلاث فقرة أكتب إنهم وهذه الآية في سورة الأنبياء رقمها رقمها تسعون سورة الأنبياء رقم الآية تسعون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات رقم واحد ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كل يوم تذكر أن تخشع لله في صلاتك وفي قراءة القرآن وفي ذكر الله تذكر أن تسارع في عمل خير ما وتذكر أن تدعو الله حبا به ورغبة بما عنده وكانوا يدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعائنا وأن يكشف الغمة عن الأمة وأن يرحم شهداء المسلمين جميعا إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر